السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية بالأمس ما كان عنا الصباح الخير في الصباح ما طلعنا بفيديو طبعا بسبب انشغالنا بتحضيرات للورشة التي ستقام اليوم ورشة القراءة السريعة لكن اليوم وقبل سويعات من بداية الورشة حبيت أطل بس وأتكلم مع في موضوع مهم جدا نحن دائما نلوم ونقول انه ما كان فيه تعليم ما كان فيه ما حدا فهمنا كيف نتعامل مع شريك الحياة واليوم الفيديو مخصص لتعامل مع المرأة طب انا زوجتي كيف ادعمها نفسيا لا شك انه اي رجل في الدنيا تجلس معه دائما يعني فيه نوع من انواع الفهم ما بدا نقول شقوة لكن فيه من نوع من انواع الفهم انه النساء عاطفيات انه صعب تعرف شو فيه براسهم انهم بفكروا في مليون موضوع في نفس الوضع وقت وبالتالي فيه شعور دائما بالعجز من الرجل انه يقدر يسيطر او يفهم او مرات بدنا ناخد الموضوع بحس النية انه قد يكون انا كرجل غير قادر او غير فاهم كيف بقدر ادعم امرأة عندها مشاعر بتبكي في لحظة من اللحظات النساء عندهم قدرة رهيبة على التحمل بتتحمل بتتحمل اكثر بكثير من الرجال وهي ربنا له حكم فيها لانه هي موضوع الولادة والحمل وتسع شهور وموضوع الدورة الشهرية اللي بتجي كل شهر والتغييرات الهرمونية وبعدين الرضاعة وبعدين تسهر على ولادها وتصحب الليل ووعو ويع فكل هالأمور سبحانه الذي خلق ربنا حط فيها قدر التحمل عالي جدا لكن وين المشكلة انه هي انسان في النهاية انسان فبالتالي تحمل 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 في لحظة من اللحظات بتصير معها شغلة بيسمها يعني بتصير مغمورة بالمشاعر فبالتالي فجأة بتصير تبكي فجأة بتحس حالها متنكدة مخنوقة مش قادرة فجأة بتحس انه ماء الهقيمة فجأة بتحس انه عم تضيع وقتها على الفاضي فجأة بتحس انه هاي التضحيات ممكن تكون على حساب صحتها على حساب شبابها بتحس بفقتان التقدير وقد يكون هذا الشيء صحيح عشان ما نلومهم قد يكون هذا الشيء صحيح ولكن من جهة اخرى سؤال انا كرجل اخر من يعلم بكل هالأمور السؤال الي اليوم لما بتمر المرأة بهذه المرحلة شو اللي لازم اعمله انا راح اعطيكم تفاصيل صغيرة اصدقني والله امور بسيطة تفرق مع المرأة ورح نعطي فيديو كمان امور بسيطة تفرق مع الرجل لانه احنا ما بدنا نتكلم ونعمل عداء ما فيش عداء فيش اشي اسمه رجل وقوامون وقاعدون ونقعد نفسر زي ما بدنا ونقعد نحط هدول ضد هدول لا احنا مع بعض احنا متشاركين في صناعة هذه الحياة مبدئيا اقول في حال انك انت بديت تحس انه زوجتك مزاجها تغير سحنتها تغيرت وبديت تحس انه اها بكرا ناكت بكرا حسيت انه البوادر صارت معروفة اولا اريد منك شيء واحد انتظر حتى تفتح تبدأ هي تحكي ولما تحكي شيء للمنطق حطه عجنب شيء للمنطق تماما خبيه روح في الخزانة افتح درج حط المنطق وسكره وارجع مرة ثانية ويعرف انك الان ستقدم دعم نفسي ودعم لمشاعرها افضل طريقة لهذا الموضوع اولا انتبه عليها بكل حواسك انظر الها وانتبه عليها بكل حواسك فهي رح تبلش تحكي ثانيا شجعها انها تحكي بس كيف باشجعها انها تحكي شجعها انها تحكي عن مشاعرها كيف يا دكتور يعني اقولها يلا احكيلي عن مشاعرك لا بالسؤال شو شعورك بايش حاسة ليش متدائقة احكيلي انا حابب اسمع يا سلام يا سلام شو بتفرق معهم هالكلمة بتفرق كثير اني انا حابب اسمع اني انا مهتم يا سيدي اقول لك من جوة لا تهتمش ما تهتم كتير ما بدنا نقعد نحمل الناس وقت قطها ما انت كمان عندك مشاكل انت كمان انا عارف انا عارف والله عارف عارف قديش عندك ضغوطات بس معلش لانك انت بحاجتها وهي بحاجتك هي هذا عقد هذا التشارك فبالتالي بدك تقدم عشان تاخد وبدك تاخد عشان تعطي فبالتالي انا حابب اسمعك في اللحظة اللي بتبلش تفتحتمها شيل من بالك تماما رجاء رجاء مهما كان الكلام غير منطقي مهما كان الكلام هجومي عم تتهجم عليك بتقول انت وانت وانت شيل من بالك تماما الاسلوب الدفاعي لا تدافع اسمع طيب حكت 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 قلها كمان انا حاسس انه لسه عندك حكي طلع 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 كل هالشغلات ليش هاي الامور اذا ما طلعت تتراكم واذا تراكمت بتصير مشاكل اكبر والمرأة تدخل في مشاكل نفسية النساء اكثر عرضة للاكتئاب واكثر عرضة للاصابة بالانكزايتي وكل انواعها اللي هو القلق المرضي خليها تطلع اللي عندها لعلمك الخاص هي لا تبحث عندك عن حلول هي لا تريد حلول هي قاعدة بس بتها تحكي بتها تطلع لانها مشحونة 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 في نساء كتير ما بتقدر تقول يا عمي انا وصلت لمرحلة مش طايقة ولادي من كثر ما هم ضعطيني نفسيا لانها بتحب ولادها لكن حاب بانها تنفس يخي خليها تنفس خليها تطلع ثانيا بعد ما تسمع كل شيء وتقولها هيك انت متأكدة انك خلصت تبضل اشي تاني اول شغلة بتعملها اول كلمة بتطلع من فمك تقولها انك متفهم انا فاهم واكد على كلامها والله معاك حق فعلا مسئولية كبيرة الله يعيني تعرفي انا مرات بفكر في اللي انت بتعمليه انا ما بقدر اعمله ما شاء الله عليك عندي قدرات رهيبة بتعرفي قديش نحن مستفيدين من وجودك في حياتنا هذا دعم نفسي طب انت مش حاسس انه معلش اعصر على حالك لموني واحكي هالكلام لانك انت مش حاسس بكمية العذاب والألم والضغط النفسي اللي عايشته المرأة ورح نحكي على الرجل كمان وانت مش حاسس شو عنده مشاكل تشيل فيه قاعد مذا كوم Learning وتعمل عالتالفزيون وهكذا وتنستطيع عارف شو يدور براسه اوهو copied قصة قصة عالم في رأس و local ولقمة العيش وأواواوا وشعوره بالانسكورتي والانه هو عم بكبار والانه يضيع عمره او لا والانه هو بس lakesل عuter يعمل الاولاده ولا أهله فبالتالي هو كمان عنده انسكورتي نرذي كنا ندعم بعض سوف نفعل اليوم فيديو للمرأة كيف ندعمها نفسياً وبعدين فيديو للرجل لأنه طريقتين مختلفتين تماماً بعدما تظهر هذا باللغة الإنجليزية يسموه كوشننج شو يعني كوشننج؟ الكوشن لما تشوف رئيس دولة أو رئيس وزراء رايح يفتتح مصنع فيه مخدة هيك صغيرة وسادة لونها أحمر يضع عليها المقص اللي رايح محروس بتاع الوزير اللي رايح يقص هذا اللي بتجيبها بنت صغيرة هاي بسموها الكوشننج كوشننج يعني أنه أنت عم تعمل تمهيد الآن تمهيد بأنك تقولها أنا واقف معك أنت مش مجنونة أنت مش فاقدة السيطرة على عقلك أنت مش عاطفية ولا يأخذ برأيك لا أنت معاك حق هذا الموضوع بنفس وبيخلي ما في عداء المشكلة لما الرجل يقولها إيش كيف يعني مهم أولادك ما هذا دورك بالحياة أنت جاي تشتكي على دورك بالحياة تعالي أقول لك أنا شو عندي مشاكل يا أخوي مش وقته هذا الموضوع بيخليها تعاديك أكثر وبالتالي بتصير ترفع حدتها وبالتالي بزيد عصبيتها وبزيد اكتئابها وبصير عاد إيش اللي هي الحرب مين اللي قاعد يضحي أكثر اختلفنا مين يحب الثاني أكثر واتفقنا إنك أكثر وأنا أكثر بس بأسلوب ثاني لا أنا بضحي أكثر لا أنا دوري مهم أكثر في البيت لا أنا اللي دوري مهم أنت من غيري بتلاقيش أكل أنت من غيري بتلاقيش طبخة يعني ندخل في دوامي ملهاش داعي إحنا بشر وكل البشر عندهم إحباطات كل البشر عندهم وقعات يا أخي بشر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء البيوت تقوم على الرحمة ولا تقوم على الحب فقط الحب لا يكفي الحب وأشياء أخرى لا يكفي الحب نريد رحمة في البيوت يا أخي اسمعها مرة مرتين سدقني هي بتصير بعدين تستحي بتصير تقول وأنا كل مرة بدي أروح أشتكي بس خليها تنفس خليها تطلع حل جواتها ما هي مضغوطة تربيت الأولاد ما هي الشغلة سهلة ما هي سهلة أبدا والسهر على راحتهم وبعدين فيه مشاكل فيسيولوجية المرأة عندها خوف من الكبر خوف من العمر خوف من التجاعيد خوف من زيادة الوزن خوف أنها تخسر جوزها خوف أن تخسر أولادها خوف أنها تربي غلط أبوهم يلومها لأنه هي الملومة إذا الأولاد عملوا غلط طلعين لأمهم طب وإذا طلعوا الأوائل طلعين لأبوهم عندها مخاوف كثير عندها خوف من التشريعات هي عارفة أنه بالآخر في مجتمعاتنا مثنى وثلاثة وربع أول كلمة بتطلع لها مخاوف كثير طب لو ما فيش مثنى وثلاثة وربع يختم هو يمأمنا في الرجالة يمأمنا في المية بالغربال عبارة عن أمثال وا 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 وقصص بتصير تخيل كمية الخوف اللي يعيش هذا الكائن الذي يسمى المرأة وجاء أنت تطلب منها أنه ما تحكيش مرات وتفلت أعصابها واتطلعك يا أخي خليها تطلع لجواتها خليها تطلع لجواتها خليها تحكي شو خسران أما أنك أنت بدك تقول آه ما هو ضلع أعوج وانت اسمعي وما أنه مرايح كان غيرك أشطر كان غيرك أشطر يا أخي اشتري دماغك اشتري راحت بالك إذا زوجتك سعيد البيت كله سعيد إذا زوجتك مرتاحة شوف الزوجة إذا ارتاحت أنت مرتاح من هموم والله أنت من تعارف فيها في هموم كتير هي شايليتها في هموم كتير أنت دير بالك ما تخليها هي الهم عليك لأنه راح تجي هي همها والهموم اللي هي كانت شايليتها وبطلت تشيلها لأنها دخلت في اكتئاب ودخلت في أنكزايتي إذا حكينا في البداية اسمع بكل حواستك شجعها على الكلام وبعد ما تخلص قلها أنا متفهم والله أقعد عاد احكي قديش أنت معجب بقوتها وقديش أن هي عندك قوة تحمل وقديش تأثيرها الإيجابي على المنزل النقطة الرابعة من وجهة نظرك شو ممكن نغير عشان أساعدك كيف ممكن أغير عشان أساعدك كيف ممكن أساعدك أكثر هلأ أنت متوقع الرجل شو بتوقع أنه إذا قالها شو متغير شو بتحبي أساعدك راح تقول له أترك شغلك وبعد في البيت وأنت ربي الأولاد وأنت اللي أطبخ وأنت يا لا لا هي مش هتقول هيك تعرف ليش؟ لأنه إذا هي ما عملت هاي الأمور ما بتحس بوجودها هي ما راح تحس بوجودها فاسمع شو راح تقول لك على الغالب كثير من النساء بتقول أنا بس حابة أني أحس أنك قريب أنا حابة أحس أني موجودة في حياتك أنا بدي بس شوية اهتمام يا أخي هالكلمتين اللي بدأت تحكيهم أنت بمجرب أصلا أنك سمعتها عطيتها الاهتمام فقلها أنا جاهز وأنا حاضر وإيه إمتى ما حسيتي أنك حابة تحكي حكيلي وأنا ما إلي غيرك وأنت ملكيش غيري وشوف النتيجة شوف النتيجة أما أني أقعد ولأو مش من حقك تشكي وشوفي أنا بروح على الشغل عمري فتحت ثمي عمريك شفتيني باش تكي أنت بتكميش تحملي مسؤولية بس بديك ترمي مسؤولية علي لا يا سيدي يا سيدي المواضيع مختلفة هذه إمرأة وأنت رجل في النهاية نحن الاثنين تجمعنا البشرية تجمعنا الإنسانية تجمعنا يجمعنا الضعف الذي يدل على الإنسانية كل إنسان ضعيف كل إنسان ضعيف شامل فيش إشي يسمه إنسان قوي فيه إنسان قادر على أنه يمر من ضعف لضعف بدون ما ينهار انهيار كامل لكن كل إنسان ضعيف ضعيف تجاه احتياجاته ضعيف تجاه الزمن والعمر ضعيف تجاه الشعر الأبيض والوزن الزائد ضعيف تجاه التجاعيد ضعيف تجاه الموت ضعيف تجاه المرض ضعيف تجاه فقدان الناس والأحبة إحنا ضعفاء لكن في لحظات الضعف في واحد بده يسند واحد اسندني بسندك ولما بدك تسند بدك تقدم السند الصحيح مش تقول لا والله بدي أشد عليها وما منفعش وتبعديش تشكي ويا باي شو بتشكوا وانتو يا باي وانتو أكلي أكالين نكارين وبتنكروا المعروف يعني بلاش بلاش هالموضوع اشتري راحت دماغك أنصط بكل حواسك اسأل أكثر خليها تطلع كل لجواتها خليها تفرغ هالشحنة مش مطلوب منك أكتر من هيك مش مطلوب منك أكتر من هيك تأكد تماما أنه كل المطلوب منك أنك تسمع أكثر شقوة بتجي منك معظم النساء شعورهم بالفراغ العاطفي والفراغ العاطفي مش أنك تقعد مع مرتك وتقولها 24 ساعة أنك بتحبها الفراغ العاطفي يعبأ بكلمة وحدة أنا موجود جنبك بس حتى لو ما فتحت أمك ولا اقترحت ولا اقتراح أنا موجود جنبك معلش أنت ما فيش منك وطبيعي اللي بيصير معك تربية بيستهلة إن شاء الله أنت راح تكوني أم عظيمة وبعدين أنت لما بتشجع أي إنسان وتتفائل فيه هذا الإنسان بيصير يرفع من قدراته عشان ما يخيب أملك طبيعي لما تقولها أنا حاسس أنك أنت راح تكوني أفضل أم والله ولادنا بكرة راح يدعولك تذكريني بكرة كيف ولادنا راح يدعولك وقولي والله كانت عندي أم عظيمة فبتصير هي بتقول آه آه مصبوط وبتصير بدها تدور على أنها تكون عظيمة بدنا شوي التحفيز بدنا كلمة طيبة يا أخي بكفي الحياة والأخبار والإشاعات والتفاهل علينا يعني بكفي خلينا على الأقل في بيوتنا نلاقي هالمنفس أنه نلاقي واحد يسمعنا ويقول شدوا حيلكم الله يعطيك العافية شكرا مش تقيلة مش كبيرة صح الله المستعان لازم نروح نبلش نكمل تحضيرات لورشة القراءة السريعة نتمنانكم يوم جميل وسعيد برجع بحكي مرة ثانية وأركز التفخيف المعرفي السلوكي أجمل هدية ممكن تعطيها لنفسك إنك تفهم ما الذي يدور في دماغك وكيفية تكوين الأفكار وكيف الأفكار تتحول إلى مشاعر وكيف المشاعر تغذي التصرفات وكيف التشوهات المعرفية بتلعب دور في انهيارك وعدم رغبتك في الحياة وعدم إيمانك بنفسك وكيف بنفس الطريقة إذا فهمتها ممكن تعزز ثقتك بنفسك ممكن ترفع من قدراتك ممكن تتجنب الأمراض النفسية هاي جمالية هذا الكورس اللي هو أونلاين والكل بيقدر يسجل فيه رح نترككم الروابط في أعلى الفيديو للفيسبوك وفي وصف الفيديو لليوتيوب شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته